السلام عليكم معكم علي أهلا وسهلا بكم بدرسة جديدة نتكلم في هذا الفيديو المقارنة بين زمني post simple present simple الماضي البسيط والمضارع البسيط بالمضارع البسيط بيكون شكل الفعل بالتصرف الأول أو الشكل الأول للفعل كما نعرف فعل verb 1, verb 2, verb 3 عند الفعل eat, eat, eaten إذن بالمضارع البسيط نستخدم الفعل بالتصريف الأول بينما بالماضي البسيط بيكون الفعل بالتصريف الثاني لاحظ subject, subject, compliment, compliment لكن اختلاف بشكل الفعل والفعل يكون بالماضي إذن بالماضي أو بشكل الثاني للفعل بالماضي البسيط بيكون عندنا فعل يمكن regular نظامي يعني يكون منتهي بD أو ED أو يكون عندنا الفعل regular فعل شاذ يعني لا ينطبق عليه قاعة ال-D أو ال-ED عند إذن يتغير الفعل ممكن حرف أو حرفين وهكذا go تصبح بالماضي wind لحظة هذا المثال he writes a story on Friday's إذن يكتب قصة في أيام الجمعة he wrote a story yesterday كتب قصة البارحة اللاحظة الفعل write بالمضارع البسيط عندنا الفعل wrote في الماضي البسيط they open the gate every day gate بوابة they open the gate every day يفتحون البوابة كل يوم اللاحظة الفعل open بالمضارع البسيط أو بالحاضر they opened the gate last week فتحوا البوابة في الأسبوع الماضي إذا استخدمنا الفعل بالتصريف الثاني اللاحظ wrote فعل نسميه irregular فعل share open regular verb فعل نظامي لماذا لأنه منتهي ب-ed أيضا بالمضارع البسيط نضيف الفعل s إذا كان هي شي at they open لا نضيف s لماذا إذا كان هي شي at نضيف s ما عاد ذلك لا نضيف s للفعل لاحظ هذا المثال they like fishing يحبون صيد السمك لاحظ بعد like يأتي الفعل مضاف له ing عندنا الفعل fish نعرفه fish سمكة أيضا fish معاته يصطاد يصطاد السمك عندنا نضيف ing fishing معاته صيد السمك they like fishing يحبون صيد السمك نكتبه بشكل أفضل fish نضيف ing they like fishing they like fishing أحب صيد السمك اللاحظ المضارع البسيط المضارع البسيط نتحدث عن حدث اعتيادي إذن اعتيادي أو عادة متكررة إذا كنا نتحدث عن عمل اعتيادي أو حدث متكرر أو عادة عند إذن نستخدم present symbol المضارع البسيط بينما الماضي البسيط إذا كان حدث وقع وانتهى في الماضي وانتهى they like fishing أحبوا صيد السمك إذن في الماضي لكن الآن لم يعد يحبون صيد السمك مثال آخر they went to the stadium ذهبوا إلى الملعب stadium أو state أيضا اللاحظ الفعل went بالماضي بالماضي البسيط لانتحدث عن فعل حدث ووقع وانتهى في الماضي إذن في نقطة زمنية معينة they went to the stadium ممكن yesterday yesterday البارحة إذن أول استخدام للمضارع البسيط لنتحدث عن عادة متكررة الماضي البسيط لنتحدث عن حدث وقع وانتهى في نقطة ما من الماضي ولم يعد يحدث الآن الاستخدام الثاني ممكن نستخدم المضارع البسيط والماضي البسيط لنتحدث عن حدث أو عادة متكررة they watch the match every week يشاهدونها الانبراء كل أسبوع الأسبوع هذا الأسبوع البعد وهكذا إذن عادتهم كل أسبوع يشاهدونها المباراة نستخدم المضارع البسيط they watch the match every week نضع هنا they watch the match every week watcht بالماضي يعني كانوا يشاهدون الانبراء كل أسبوع لكن الآن توقف عن هذه العادة watcht بالماضي إذا الحدث وقع وانتهى في الماضي يعني عادة كانت متكررة في الماضي لكن الآن انقطعت ممكن نستخدم الماضي البسيط ممكن الشخص يقول أنه every نستخدمها بالمضارع البسيط لا ممكن every يعني كل نستخدمها لندل على عادة متكررة وين في الماضي لكن الآن توقفت لاحظ they watch the match every week يشاهدونها برا كل أسبوع الأسبوع البعد مثل ما تكلمنا لكن they watched the match every week كانوا يشاهدونها برا كل أسبوع قبل لكن الآن قطعت هذه العادة ننتبه أيضا ملاحظة لاحظ present simple past simple فقط هالزمنين باللغة الإنجليزية نسميها simple بسيط لماذا؟ بسيط لأن الفعل يتكون من جزء واحد لاحظ like جزء واحد liked أيضا جزء واحد باقي الأزمنة لازم يكون عندنا نضيف is or has or ing وهكذا or will إذن ندرسهم كل زمن على حدة لكن لاحظ كلمة sample فقط ب present لماذا؟ لأن الفعل مؤلف من جزء واحد ليس لأنه بسيط يعني لأنه سهل لكن لأن الفعل مكون من جزء واحد لتشكيل السؤال بال present symbol وال past symbol الحاضر البسيط والماضي البسيط نستخدم مع المضارع البسيط do does مع الماضي البسيط dead فقط بهذين الزمين نحتاج إلى فعل مساعد باقي الأزمنة نعرف عندنا 12 زمن باللغة الإنجليزية فقط زمنين هما present sample past sample هالزمنين هذولا نستخدم معهم فعل مساعد يعني نضع فعل مساعد من عندنا باقي الأزمنة لا نحتاج فعل مساعد فعل مساعد موجود في الجملة فقط نقلب أول كلمتين باقي الأزمنة لكن بالمضارع البسيط والماضي البسيط نحتاج إلى فعل مساعد نضعه من عندنا فقط ننتبع الملاحظة هذه إذن نستخدم do و does أيضا he she it نستخدم معها does باقي الضمار نستخدم do did بالماضي البسيط نستخدم أو نستخدم مع كل الضمار ننتبع بعد does نحذف ال-s مع الماضي البسيط نحذف el-ed أو الفعل الرجع من الماضي الرجع إلى المضارع هذا بالنسبة do و does ماذا نفعل عندما نشكل سؤال لاحظة جملة هذه she cleans the floor هي تنظف الأرض لاحظة لدينا s نسمي s المفرد الغاب لماذا؟ ليس تأسجم لأن الفعل هي وشيئة نضيف للفعل s نسمي s المفرد الغاب لاحظ معها نستخدم does نضعها في بداية الجملة does she الفعل clean نحذف ال-s و نكمل نكمل الجملة كما هي ونضع علامة استفهام إذن does she clean the floor هل تنظف الأرض إذن وضعنا does حذفنا ال-s ووضعنا علامة استفهام does she clean the floor هل تنظف الأرض they swim in the sea يأسبحون في البحر لاحظ معها نستخدم do نضع في بداية الجملة ونكمل الجملة كما هي do they swim in the sea ونضع علامة استفهام do في بداية الجملة do هل يأسبحون في البحر بينما في الماضة البسيط فقط نضع did في بداية الجملة did she ونحذف el-ed did she clean the floor ونضع علامة استفهام did she clean the floor they swim in the sea سابحوا في البحر لاحظ نضع did في بداية الجملة they كما هي رجع الفعل swim بالماضي إلى swim did they swim in the sea نضع علامة استفهام لاحظة وضعنا did الفعل swam رجعنا إلى swim المضارع وضعنا علامة استفهام إذن بالمقتصر أو لتشكيل السؤال بالمضارع البسيط والمضارع البسيط نستخدم do does did بالماضي بالماضي نحذف s في زمن المضارع البسيط في الماضي نحذف ed أو نرجع الفعل من الماضي اللاحظ إلى المضارع إذا كان الفعل شاد لتشكيل النفي بالمضارع البسيط نضع don't doesn't قبل الفعل وإذا كان عدنا s نحذفها بالماضي البسيط نستخدم did نحمل عليها نت تصبح didn't ونضعها قبل الفعل لأنه لنفي الجملة ننفي الفعل ننفي حدوث الفعل إذا نضعها قبل الفعل أيضا إذا كان عدنا ed نحذفها إذا كان عدنا الفعل من الماضي نرجع إلى verb one لحظة جملة هذه he eats an apple every day إذن يأكل صفاحة كل يوم اللحظة الفعل eat ننفي حدوث الفعل نكتب he كما هي an apple كما هي every day تكملت الجملة كما هي لاحظ نضع قبل الفعل نضع does not أو doesn't ونحذف الاس doesn't eat تصبح he doesn't eat an apple every day ونترجم doesn't be لا he ate an apple every day لاحظة الفعل eat أيضا نكتب he كما هي تكملت الجملة أيضا كما هي إذن كانوا أو كانوا يأكل تفاحة كل يوم نريد أن ننفي حدوث الفعل هذا نكتب didn't ونرجع eat إلى المضارع he didn't eat an apple every day إذن لتشكيل النفي في المضارع البسيط نضع don't وdoesn قبل الفعل في الماضي البسيط نضع didn't قبل الفعل نحذف الاس من المضارع البسيط ونحذف الed أو نرجع الفعل من الماضي إلى المضارع إذا كان الفعل شاذ أيضا الظروف الزمانية تأتي مع المضارع البسيط كلمة every ممكن نستخدم بداية الجملة often sometimes يعني دليل الزمانية يدل على شيء متكرر أو عادة متكررة في الماضي البسيط نستخدم ظروف زمانية تدل على شيء في الماضي البارحة yesterday last الماضي أو نستخدم كلمة past أيضا نستخدم كلمة ago ago منذ منذ مضى اللاحظ موقع هذه الظروف الزمانية يأتي قبل الفعل أو يكون عندنا في نهاية الجملة بالنسبة ل ظروف الزمانية بالماضي البسيط يستردل last past ago ممكن تأتي في بداية الجملة أو تأتي في نهاية الجملة she washed her face ten times a day يعني تغسل وجهها عشر مرات يوميا لاحظ times مرات a day يوميا أو نكتب daily daily يوميا الاثنين صحيحة عندنا once مرة twice مرتين بعد نستخدم ثلاث مرات أربع مرات بس نستخدم العدد ونستخدم كلمة times times يعني مرات three times four times five times وهكذا لاحظ she washes her face ten times a day أو نكتب daily يوميا a day يوميا أو كلمة daily she washed her face ten times yesterday غسلت وجهها عشر مرات البارحة إذن فعل وقع وانتهى في الماضي بهذا الشكل عملنا مقارنة بين past simple present simple الماضي البسيط والمضارع البسيط وشفنا الاختلافات بين هذين الزمنين أتمنى قدمت شيء للفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لايك للفيديو وترك تعليق في نهاية الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته